موسيقى الخارجية الجزائرية في ظل هذه الخيبات المتتالية والمتوالية في ظل صدمت ونكست ونكبت ولكمت وكل شيء تعالبريكس هذا النظام لم يراجع نفسه في ظل هذه الخيبة التي أصابتهم في الخيبة الكروية التي تعكس الخيبة الدبلوماسية والخيبة السياسية وكلها لأن كل الأمور هذه مرتبتة ببعض في نظام عسكري عسكر كل شيء وسيلس كل شيء وخلط الحابل بالنابل رانا وصلنا إلى واحدة الواقع مخصي الغريبة أن أحمد عطا يخرج خارجة ويشيد بماذا؟ بدبلوماسية عبد المجيد تبون اللي ما كانش ما عندهش دبلوماسية عنده تسكع تسكع دبلوماسي عبر عواصم العالم سواء عن طريقه أو عن طريق وزير خارجي شوفوا واش تحكي لجريدة الخبر على واشقال أحمد عطاف وهو رح نقف عنده فقط وقفة قصيرة ونمر إلى مواضيع أخرى أهم بكثير من هذا الهراء الذي يرددون السياسة الخارجية الجزائرية تتمتع بطابع فريد ومتفرد في بعدها الإفريقي الله يخربيتك أنا صح لها هي فريد ومتفرد فاش في الغباء والفشل والانحضار والتدهور هذا المتفرد أكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن السياسة الخارجية الجزائرية تتمتع بطابع فريد ومتفرد في بعدها الإفريقي لم يفتأ يتعزز تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون الذي أضف عليه توجها استراتيجيا عبر الالتزامات الهامة والمساعي الحثيثة التي بادر بها لا سيما في ثلاث مجالات حسب ما أفاد به بيان للخارجية مبرزاً للمكانة المركزية التي طالما حرصت الجزائر على إلائها لانتمائها الإفريقي ذمن أبرز وأهم أولويات سياستها الخارجية وهي المكانة التي تتجسد في الطابع الأصل والمتأصل للسياسة الإفريقية الجزائرية التي كانت ولا تزال طرفاً فاعلاً في التحولات الكبرى التي شهدتها قرتنا بدءاً بقضايا التحرر وإنهاء الاستعمار ديما رهمي دندن على حكاية الصحرار ومروراً بمحطة التأسيس والتشييد واش أسسته واش يدته يا كذبين ووصول إلى المرحلة الراهنة وما تطرحه من تحديات وفرص يتجلى عنوانها في ثنائية الأمن والتنمية وقال عطاف في غضون ذلك أن المجالات تتمثل في إصرار رئيس تابون على تفعيل العلاقة الترابطية الوثيقة بين التنمية والأمن لتخليص قرطنا من ويلات النزاعات المسلحة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات العابرة للحدود والأوطان هنا نقطة لازم لنا نقف عندها صراحة تانية يقول بأنه انتعل الأمن ويقول بأنه إنهاء النزاعات المسلحة نحن منذ قليل فقط نحكو أن الجزائر خلقت حركة جديدة انفصالية في الريف المغربي ومؤسسين تاعها لخدمتهم المخابرات كلش يطلبوا في دعم الجزائر بالسلاح وهذا وقبل ذلك خمسين عام هي الدعم بالسلاح في البوليزاريو باش يستهد في المغرب كيفاش هذا تنهي النزاعات المسلحة الجزائر جنرالاتها أشعلوا حرب أهلية في الجزائر بقاطع عشرية كاملة والشعب يموت أكثر من ربع مليون جزائر يقتلوا ويقول لك النزاعات المسلحة ننهيها يعني خلي على الأقل كي تكذبوا اكذبوا كي تكون منطقية وشوية مقبولة ثم يزيد يكمل يحكي وهو ما يتجسد في ما تقوم به وكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل تضامن التنمية هذه وكالة تكاد تكون هي جمهورية البوليزاريو كيفكي التي بادر الرئيس بتأسيسها ومدها بإمكانيات ووسائل معتبرة تدعم قدرتها على التحرك باتجاه العمق الإفريقي للجزائر والمساهمة بالقدر المستطاع في تمويل المشاريع التنموية تمويل المشاريع التنموية تستجيب للإحتياجات الرئيسية لأشقائنا الذين نتقاسم وإياهم وهموم وتطلعات قارتنا المشروع حسب البيان لا المغرب ما ينتمي إلى القارة الإفريقي المغرب راه في قارة كوتوتوتو كوتوتوتو هذه مش موجودة على الخريط تهدروش علي قاطعين مع هالعلاقات تتحرضوا عليه تتعطف السلاح البوليزاريو بيش تحاربوا تستهدفوله في واحدة الترابية وتستهدفوله في أمل القوم هذا ما كان وجي تحكيلي على البعد الإفريقي ومش نعرفه أضاف عطاف أن تبني الرئيس الجزائري نهجاً استباقياً للمساهمة في حل الأزمات والنزاعات في إطار مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا وهو النهج الذي تتخلخص معانيه ومقصده ومراميه في المبادرة التي تقدم به سيادة الرئيس لضمان حل سياسي للأزمة القائمة في دولة النيجر وفي وقت حاسم لتجنب خيار لجوء الاستعمال القوة أو خيار الحرب الذي كاد أن يرمي بهذا البلد وبالمنطقة برمتها نوع حمص تقبل وخيم النتائج والعواقب المهم ماذا؟ والله كلام يجعل قلب حقيقة اللي ما فيه من الكذب والبوتان يعني يقول لك مبادرات وإنهاء أعطيني مبادرة أعطيني شيء داله تبونه أنهاء ما جاش قال لك نحل مشكلة ليبيا بعد خرج من المولد بلا حمص قال لك ننهي مشكلة سد النهضة خرج من المولد بلا حمص وأيضا زيد قال لك مبادرة هذه تعنيجة ما اسمع بها حتى واحد حتى رفضوها رفضوها وانهي المبادرة هذه يطلق وحده مبادرات وقلت كلها مبادرة وهذا هو الحل هو مشكلتهم كيفاش يفكروا أو مش يفكروا يطلقوا مبادرة بعد ما يخلق الأرضية لتقبل هذه المبادرة إذا شاف ما كانش قابلية ما حفاظا على كرامة الدولة الجزائرية ما يطلقش مبادرة عليش نروح نطلق مبادرة وأهلها ما على بل همش بيها ولكن هم يبحثوا عن الدعاية الإعلامية فقط آه وعندنا مبادرة آه وطرحنا الوساطة مع بوتين و بوتين وافق وين هي الوساطة؟ من المفروض قبل ما تطرحها على بوتين تحاول تربط خيوط اللعبة الديبلوماسية كي تمسك رؤوس لعبة أو رأس اللعبة في بعض أو بعض خيوطها سيدي في يدك تبدأ تمشي للخطوة الثانية تبون وحده قعد قال كدرت مبادرة في النيجر لا رئيس النيجر منقلب عليها لا بلو بيها ولا هذو من الجنيرالات هذو ما أعطي لها اعتبار الجزائر متهمهمش الجزائر ما عندهاش حتى قيمة إفريقية يا ناس ولو لم يكن هذه المساحة الجغرافية الواسعة اللي يحكمينها هؤلاء العسكر والله ما سمعين به هذه الحقيقة هذه الشيء تكذبوا على الناس والديبلوماسية وكذا وكذا ما حدث في البيت الرياضي يحكس الهواني الديبلوماسي اللي عشته البلاد هذه وراح نتحدث عليها لاحقا أما في قضية الصحراء أكثر من مئة دولة تعترف بمغربية الصحراء دول كانت تعترف بالبوليزاريو وتراجعت وأصبحت تفتح للقنسليات في الداخلة والعيون أمريكا اعترفت بمغربية الصحراء إنجاز ديبلوماسي تاريخي إسبانيا المحتلة السابق للصحراء راه يعترف بمغربية الصحراء ويدعم الحكم الذاتي دول أوروبية نفس الشيء أكثر من 11 دولة أوروبية تدعم الحكم الذاتي ما الذي أنجز تموه؟ النظام الجزائري واش عنده قضية؟ عنده غير قضية الصحراء والبوليزاريو هاركت غارق فيها 50 سنة والله من العار من العار تتبنى قضية تقعد نصف قرن وتدعي بأنك قوة ضاربة وقوة جهوية وقوة تصنع التوازنات في المنطقة عار وشنار وبهتان حقيقي هذا الذي يحدث فقط هذه كلها كلام في كلام نظام يتكلم من أجل الكلام يطلق المبادرات وديرها الدعاية الإعلامية ولا يعمل على تحقيقها عيب الرئيس اللي يطلق مبادرة يقول لك رح نحلو مشكلة تسد النهضة وبعد ذلك ما يرجع لوج هذا رو يروح يقعد في داره يغسل الماعن مع الزهرة هذا الأحسن لي من المفروض رئيس عمرك ما تخسر كلمتك كل الدول كيجوه رح يطلقوا مبادرة يبدو يتحركوا دبلوماسيا عن طريق الأجهزة كي يحققوا يوضعوا الأساسيات الأرضية متاعها كاملة بعد ذلك تجي إطلاق المبادرة تكون المبادرة هي تطلق من هنا هي تحتضن من هنا أما أنها تكون صيحة في واد سحيق لا قرار له أعتقد بأن كل ذلك سيزيد في انتكسات ونكسات وسقطات ولقطات مضحكة تحولت إلى نكتة بايخة عابرة للحدود وعابرة للقلوب وعابرة للجيوب أيضا في بلاد بلاءها في حكامها وعارها في من يحكمها وشنارها في عسكر تصلت على الشعب بالفساد والاستبداد والقادم سيكون مبكي بدل أن يكون مثل ما نراه يضحك الكثيرين واذكروا كلام